هادي الذي لم يستطع أن يرفع علم الجمهورية على قصر المعاشيق ولا تأمين منزل في عدن أتى ليتحدث عن معركة تحرير صنعاء ورفع العلم في مران سخرية يستمر في شركها هادي ما زال العلم الجمهوري يمثل عائقا حقيقيا أمام هادي فمن دستلامه وهو يعتبر كل شيئا كالعلم العدوان عالم والاقتصاد عالم والعملية السياسية عالم والحرب أيضا عالم وكأنه لا يرى في البلاد سواه فزيارته الأخيرة لمأرب والتي استغرقت ساعات فقط ديد على ذلك فالرجل الذي لم يستطع أن يرفع العلم على قصر المعاشيق عاد ليقول أنه سيرفعه في مران ربما تناس ما حدث له بعدا بعد إن قال هذا الكلام في السابق حين أصبح لاجئ بعدها والآن الأيام القادمة كفيلة بإثبات أن العلم الجمهوري سيرفعه أبطال القيش واللجان الشعبية في مأرب بدلا عن أعلام القاعدة وداعش ظهر هادي عاجزا هزيلا كعادته لا يعرف ما يقدمه المرتزقة والعدوان سوى الخطابات المثيرة للسخرية وبعد الصفعات والهزائم التي تلقاها العدوان ومرتزقته في كل المدن وبعدين أصبحت عدن بيئة خاصة للإرهاب وبعدين نهيار كل أهدافهم أتى ليقول إنه سيلتقي بأهل صنعاء بعد حريرها صنعاء الذي هرب منها في جرح الليل الذي لفضته ومن معه إلى الأبد أيها الرجل عليك أن تؤمن منزلك في عدن أولا وبعدها تحدث عن تحيير صنعاء هذه الزيارة التي أحتفى بها أعلام العدوان وأحتفى بما قال هادي من عملية تحيير صنعاء لكن الواقع يقول إن صنعاء محاصرة في الفيسبوك والواتس أب والتويتر فقط